يا صديقي تخلى عن اللطف بلاش تبقى شخصية لطيفة انت مش جاي هنا العالم علشان تبيع ايس كريم وناس تحبك انت جاي العالم عشان يكون ليك رسالة ويكون ليك دور يكون ليك كده زي شخصية ولو انت مش عارف تدافع عن الشخصية دي فكل العالم هيتعداك أهلا بكم في حالة جديدة النهاردة نتكلم عن موضوع مهم جدا جدا وهو فكرة الحزم الحزم معناها اني ادافع عن شخصيتي وادافع عن نفسي واني من الاخر كده ما اسمحش لأي حد ان هو يتعدى على حقوقي لكن عشان توصل للمرحلة دي المرحلة اللي انت تكون فيها شخصية حزمة لازم تتعلم حاجات كتير في الطريق واهمهم انك تعرف تقول كلمة لأ لأ الموضوع ده ما ناسبنيش لأ مش هعمل حاجة اللي انت طالبها مني لأ انا مش قابل انك تتعامل معايا بالاسلوب ده لكن كلمة لأ هي من ضمن تيكنيكس او من ضمن طرق كتير جدا انت ممكن تستخدمها عشان تكون شخصية حزمة والنهاردة في الفيديو ده هنتكلم على ست طرق تانية تساعدك برضو انك تكون شخصية حزمة من غير حتى ما تقول كلمة لأ وعلى فكرة بقى بجد الطريقة الاخيرة اللي هنتكلم فيها النهاردة طريقة هتبهرك مش بس في موضوع الحزم لأ كمان هتساعدك في حاجات كتير جدا في حياتك فيعني من غير ما نطول في الكلام يلا بنا نبتديه ونعرف ايه هي الست حاجات اللي انت ممكن تعملها فتكون انت شخصية حزمة مش شخصية الراجل اللي بيبيع آيس كريم السلام عليكم انا مايك الراشد وانت بتشوف برنامج الزتونة في بداية الحلقة وفي بداية كل حلقة فكرك يا عزيزي المستمع والمتفرج انك تكون عامل اشتراكنا في البرنامج ونفعل خاصية الجرس عشان يوصلك اول باول كل الفيديوهات اللي بنتكلم عليها واللي ممكن تغير حياتك ولو على اقل كده بنسبة واحد في المية اوعادكم يعني اول موصل لتنم اليوم مشترك هبطل اقول الجملة اللي فاتت دي نرجع بقى لموضوعنا النهاردة واللي بتكلم عن الحزم واول طريقة من الستة معانا النهاردة هي انك تكون عارف بالزبط انت عايز ايه وبمعنى اخر فيه ناس كتير بيكون عندها مشاكل في تعاملات الناس معها عندي مشاكل في ازاي العيلة بتعملني او ازاي مديري بيعملني او ازاي انا بتعامل مع اصدقائي لكن مش عارف بالزبط ايه الحاجة اللي المفروض ترضيني ده سيناريو وفيه سيناريو تاني اني دايما بتوقع ان الناس تكون بتعملني بالشوكة والسكينة زي ما بيقولوا يعني الناس تكون بتتعامل معايا بمنتهى يعني الرئة واللطف اللي موجود في الدنيا فانا عندي توقعات عالية جدا وعشان كده اي حاجة ممكن تحصل تخالف هذه التوقعات تحسسني ان فيه مشكلة وعشان اللغز ده يتحل لازم تكون انت من الاساس بقى عارف انت المفروض تستنى ايه من الناس فلو انا دلوقتي مثلا في الشغل فانا من البداية خالص كده ببقى حاطت في دماغي انا ايه الطريقة اللي مستني الناس بيها تعملني او لو انا مثلا دلوقتي في العيلة او مع اصحابي او في اي مكان في الدنيا ممكن احط لنفسي توقعات معينة في المكان ده توقعات حقيقية توقعات نقدر اقسها وزي يعني ما كان مكتوب جوه كتاب الشهير جدا no more mister nice guy او لا تكون لطيفا اكثر من اللازم كان مكتوب جملة حلوة جدا بتقول your intention will define your situation يعني نيتك واللي بيحصل في دماغك هو اللي هيحدد الموقف نفسه هيكون عامل ازاي الحزم بيبتدي يا عزيزي من جوه دماغك لما انت بقديك تكون عارف انت عايز ايه وعايز الناس تعملك ازاي تاني خطوة ممكن تكون بتعملها عشان تكون شخصية حزمة هي انك تحدد بالضبط ايه الحاجات المسموحة والحاجات غير المسموحة اللي انت ممكن تقبلها من الناس فرق النقطة دي عن اللي فاتت ان اللي فاتت بتتكلم بطريقة جنرال اكتر يعني انا مثلا في الشغلة بتاعي انا عايز الناس في الشغلة تكون بتحترمني وما تكونش مثلا بتقلل من قيمة شغلي في النقطة دي انا هبتدي بقى أقسم سلوك الناس السلوك اللي انا شايف ان هو مسموح بيه والسلوك اللي هو غير مسموح بيه فمسلا ممكن تكتب قيمة كده بكل الافكار غير المسموحة او بكل طرق التعامل غير المسموحة اللي انت مستنيها من الناس يعني مثلا زي التريقة او ان حد يقولك بعض الكلمات او حد يكلمك بتون او بنبرة معينة وفي نفس الوقت برضو تكتب ايه هي الحاجات المسموحة اللي انت ممكن تنتظرها من الناس يعني مثلا مسموح من الناس ان هي تكون بتقول رأيها فيه ممكن مسموح من الناس ان هي تعبر عن اختلافها معايا ممكن مسموح من الناس ان هي تزعل مني ممكن ده كله مفوش اي مشكلة الفكرة الأساسية بس أن أنا أحدد إيه هو المسموح وإيه هو الغير مسموح الخطوة دي مهمة جدا لأن هي هترسم لك زي الدستور اللي أنت هتمشي به في حياتك دستور واضح وصريح أنت عارف بالضبط أنت مستني إيه وعارف بالضبط إيه اللي يتقال وإيه اللي ما يتقالش وفي نفس الوقت برضو الطريقة دي هتخليك تتعامل مع الناس بشكل كويس أنت هتتعامل بناء على الدستور اللي أنت كاتبه فأنت نفسك هتتعامل بالحاجات المسموحة اللي أنت كنت تكتبها وإنت نفسك مش هتعمل أي حاجة من الحاجات الغير مسموحة وده بحد ذاته هيحط بيني وبينك زي دستور إحنا الاتنين نمشي عليه لو أنت ماشي معايا كده خطوة بخطوة في المفروض أن دماغك تكون اترتبت شوية ونوصل بقى للنقطة رقم 3 واللي اسمها كون سخيف حضرتك يعني مش واقف كده في محل بتبيع آيس كريم وعايز الناس كلها تكون مبسوطة منك وعشان كده أنت دايماً بتدور على أنك تكون الشخصية اللذيذة واللطيفة لو الله أنت ممكن تبقى لذيذ ولطيف مع الناس في أول التعاملات يعني مثلاً لو أنا بتعرف على واحد جديد لأول مرة ممكن أنا أكون شخصية لطيفة أو أكون شخصية يعني مرحة معاه إنما ده مش معناها أني أفضل طول حياتي مع هذا الإنسان شخصية لذيذة ولطيفة مهلو في دلت أنا دايماً لذيذ ولطيف مع الناس ده دايماً هيخلي الناس تكون بتحاول إن هي تتخطاني أو إن هي تكون بتاخد حقوق مني أو إن هي تكون على أقل مش شايفها شخصيتي بس برضو مش هنتكلم في النقطة دي عن الشخصية السخيفة اللي هي بتعني في الناس وبتزع للناس أو بتتري عليهم حتى إحنا مش هننزل لمستوى ده لكن شخصية سخيفة لأنها مش بتسمح لأي حد إنه هو يتجاوز الدستور المقرر اللي أنا حطه لنفسي يعني كل ما حد بيخالف الدستور اللي أنا حطته لنفسي في التعامل مع الناس كل مرة محتاج إن أنا أواجهه وأقول له خلي بالك أنت عديت النقطة دي أنت عديت الخط ده مش مسموح لك إنك تعدي الخط فلو هنسمي المواجهة المباشة سخافة فأنا عايزك تبقى سخيف جدا جدا ما تسمعش لأي غلطة إن هي تحصل وما تتكلمش عليها حتى لو هتكلم في التليفون حتى لو هبعث رسالة حتى لو هقول في وقتها دلوقتي كده لأ أنا لا أسمح بمثل هذه الطريقة في التعامل وحط بقى دايماً في المجهك الجملة دي أنت عمرك ما تخسر أي بني آدم حقيقي في الدنيا طول ما أنت بتدافع عن حقوقك ولو حد اختار إن هو يخسرك لأنك بتدافع عن حقوقك وبتدافع عن الطريقة اللي المفروض يتعاملوا بيها معاك يبقى هم اللي عندهم مشكلة مش أنت وتاني أقول لو دي سخافة فخليك سخيف جدا عمتاً الناس بتقدر وبتحترم الشخصية اللي بتدافع عن حقوقها الناس بتقدر وبتحترم الشخصية اللي عارفة حدودها كمان فين الناس هتقدر وتحترم فيك أنك أنت مش واقف وإنسان سلبي وبتسمح لأي حد أنه هو يكون بيقلل منك أو بيكون بيقلل من الحاجة اللي أنت بتعملها ودي في حد ذاتها هتخليك تكسب علاقات كتيرة كويسة علاقات فعلاً صحية لحياتك مش علاقات نتيجة أن أنت المفروض تكون خاضي عليها وخلص رابع فكرة معنا النهاردة عشان تكون شخصية السرطب أو حزمة هي أنك تخلي كلامك زي السيف بمعنى تاني تخلي كلامك أولاً مفهوم كلامك في اتجاه معين أنا مش باطلم من اللي قدام أنه هو يعمل لي حاجة أنا بقود لي بتصريح ملكي أنه ما ينفعش أن حد يتعامل بالشكل ده طبعاً هو الموضوع بدرجات مش أول مرة حد هيتعدى حدوده معايا هبتدي أنا أخد وضعية الملك اللي بيقول تصريحات لكن المفروض يكون كلامي كلام واضح ومفهوم وصغير إن أمكن والكلام ده يدل بالدليل إلقاتها أن ما فيش فيه أي رجعة ده هتطالب منك على فكرة أن في كل مرة حد يعدي حدوده معاك تكون أنت كمان حافظ أنت قلت له إيه لأن نفس السيف اللي أنت استخدمت أول مرة هتستخدمه تاني مرة وثالث مرة ولكن بتون مختلفة بنبرة مختلفة في البداية مثلاً ممكن تكون أنا ما بحبش حد يتعدى حدوده معايا زي كده بعد كيه ممكن تكون أنا قلتلك قبل كده أني ما بحبش حد يتعدى حدوده معايا زي كده كلام سيف وكأن الكلام اللي أنا بقوله أنا كاتبه كده وبقوله دايماً كان الكلام اللي أنا كاتبه كده هو دستور فعلاً أنا ماشي به وما سمعش لأي حد في الدنيا أنه هو يعدي هذا الدستور الطريقة رقم خمسة لمعنى النهاردة هي أنك تكون أنت فعل مش رد فعل وبمعنى آخر يعني ليه أستنى اللي قدامي أنه هو ييجي ويعدي حدوده معايا مدام أنا من الأول ممكن أبينها بأكتر من صورة وبمعنى آخر حاول أنك تشارك الناس اللي أنت فعلاً عايزهم أنهما يكونوا بيعملوك بشكل معين حاول أنك تشاركهم الحاجات اللي أنت بتفكر فيها زي مثلاً لما تشاركهم حقوقك وزي لما تشاركهم أحلامك زي لما تشاركهم احتياجاتك من الناس ومن المجتمع اللي أنت موجود فيه حتى تلاقي المديرين الأسكية أول ما ييجي كده موظف جديد يقعد معايا قاعدة ويقول له بص أنا مستاني منك في الشغل 1-2-3 وإنت المفروض كمان تكون مستاني مني 1-2-3 فبيحطه زي قواعد بطريقة برو أكتب أو يعني بطريقة تستبق ردود الأفعال عشان بعد كده لما أي حد يغلط أي غلطة أو لما مثلاً الموظف ده يبتدي يعدي معايا يعني الحدود اللي أنا رسمتها له أقول له لأ إحنا كنا اتفقنا على كده من البداية خالص فمن الآخر كده ما تقبلش على نفسك أنك تكون موجود جوه أي مجتمع وإنت عارف أن المجتمع ده في أي وقت من الوقات ممكن ييجي عليك خليك أنت اللي بتقول الناس دايماً أنا مستاني إيه منكم زي ما أنتم برضو مستانيين من إيه خليك بتعبر عن الحدود بتاعتك بطريقة أو بأخرى في وسط الكلام العادي أو في وسط الكلام المهم على فكرة الجزء ده أنت فعلاً لو أتقنته أنا أضمن لك كده مليون في المية أنك هتتحول من شخصية الفولور أو التابع لشخصية الليدر أو القائد والمدير زي ما قلنا في الأساس القيادة بتبتدي بفكرة السلف ليدرشيب وهي دي اللي بنتكلم عليه دلوقتي خليك أنت اللي بتبادر خليك أنت اللي معك زمام القرم الأول ما تسمحش لحد أنه يفكر حتى في أنه يتعدى حدوده معك قبل من التكلم دلوقتي عن نقطة رقم 6 واللي فعلاً هتلاقي فيها حاجة غريبة كده حاجة هتبهرك أنا بس عايز أفكرك أن فيه كورسات هنا من البرنامج ممكن تساعدك أنك تغير شخصيتك للأفضل أهمهم طبعاً الكورس الأونلاين مدرسة الكاريزمة والثقة بالنفس الكورس اللي غير من حياة ناس كتير جداً وخلاهم يكتسبوا ثقة في نفسهم ويكتشفوا ذاتهم من جديد ده غير طبعاً أن فيه مجموعة تانية من الكورسات والديبلومات المعتمدة دولياً واللي موجودة هنا من خلال الرابط اللي تحت حاجات مثلاً ليها علاقة بفنون القيادة إزاي تكون انت قائد حاجات ليها علاقة بإزاي تكون دلوقتي لايف كوتش معتمد حاجات ليها علاقة برضو بإزاي تكون بتتعلم ماركتينج أو تسويق وحاجات تانية كتير كلها موجودة من خلال الرابط الموجود تحت في ديسكريبشن نيجي بقى للنقطة رقم 6 والأخيرة واللي بعنوان اشغل نفسك بص أنا أقول لك حقيقة هي غير محببة بشكل كبير لكن تظل حقيقة وهي فكرة أن أنا طول ما أنا عندي زي مساحة من الوقت ومساحة من الطاقة أن يتعامل مع الناس بطريقة فيها لطف الزيادة فغالباً أنا حياتي نفسها ممكن تكون فضية شوية ممكن يكون فيه زي جزء في طاقت كده غير مستغل وجزء ده بيخليني أفكر كتير في احتياجات الناس وبيخليني أفكر كتير هي الناس ممكن تبعايزة إيه مني وبيخليني أعدي للناس حاجات كتير مثلا أول جزء الغير مستغل ده يخليني أفكر كتير هي ليه الناس كلها بتيجي علي وللناس كلها مش عاملة حساب ليا وللناس كلها مش حاسة بيا ومش شايفاني مع إن أنا شايفهم في كل أحوال فيها غلط يعني في كل أحوال أنا هنا كأني عندي طاقة غير مستخدمة والطاقة دي أنا رميها على المجتمع معين المفروض الطاقة دي أنا أكون رميها على نفسي في البداية المفروض أن أنا نفسي بحاول دايما أني أطلع خطوات لفوق بحاول دايما أني أطور من شغلي أو أطور من حياتي أني أتعلم حاجة جديدة المفروض أن أنا ما يكونش عندي وقت أفكر في الناس أكتر ما أفكر فيها ده لو أنا يعني إنسان عمل بلانس أو عمل توازن في حياتي بشكل كويس طبعا الاجتماعيات والتعامل مع الناس هي حاجة مهمة جدا جدا لكن لو دايما الجزء اللي أعمل لي مشاكل في حياتي فقد تكون حياتي فيها فراغ بعض الشيء ومحتاج أنا أمل الفراغ ده عن طريق أن أنا أشتغل على نفسي وحطي لي زي فيجن أو حطي لي رؤية وأحلام وأهداف كبيرة وأحاول أني أجي وراها ساعتها أصلا ممكن ما يكونش عندي وقت أني أنا أصلا أكون لطيف مع الناس أن أنا أصلا ساعتها ممكن تكون مشغوليتي هي دي الحاجة أو الحدود اللي حطيتها أنا بين الناس حبي بس أنا أقول هني دي مش دعوة للانفصال عن الناس دي دعوة أنك تكون بتعمل حاجات اللي فعلا تفرق في حياتك أنت وتكون برضو في نفس الوقت أنت متصل بالناس القريبين منك مش حياتك هي للناس كلها لأ أنا حياتي لو فيها اجتماعيات فهي الاجتماعيات المهمة بجد في حياتي لو أجابتك الحلقة ما تنساش تعمل ثلاث حاجات أول حاجة أعمل لها لايك أعمل لها إعجاب ومشاركة مع أصحابك عشان تسعيدني أن نحن نوصل الكلام ده برضو لناس ثانية تاني حاجة اكتب لنا في الكومنتات اللي تحت إيه أكتر حاجة سمعتها وعجابتك وتالية حاجة ما تنساش ترجع ودوص على اللينك الموجود في ديسكريبشن تحت واللي موجود فيه كورسات ودولمات كتير جدا ممكن فعلا تغير في حياتك شكرا ليكم وأتمنى لكم في آخر الفيديو ده حياة غنية وثرية في كل نواحي الحياة المختلفة